الأحزاب والمافيات في العراق تسرق واردات الموانئ والمنافذ البرية وخصوصا في محافظة البصرة حيث تحكم المافيات المدعومة من قبل الأحزاب التي لديها فصائل مسلحة السيطرة على واردات الموانئ فيها موقع الخليج أونلاين كشف ما يجري في الموانئ والمنافذ في تقرير له وأوضح أن الموارد المالية لموانئ محافظة البصرة جنوبي العراق تسيطر عليها مافيات مرتبطة بأحزاب متنفذة في الحكومة ببغداد مبينا أن أبرز تلك الموانئ ميناء أم قصر المطل على مياه الخليج العربي وهو أكبر ميناء عراقي يقع في البصرة ويعتبر من أهم الموانئ الموقع نقل عن مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة أن سيطرة تلك المافيات لا تقتصر على المنافذ البحرية فحسب بل طالت المنافذ البرية في المناطق الجنوبية مضيفا أن الأحزاب المتنفذة تتقاسم الحصص من الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية وتقوم بتصفية واغتيال كل من يحاول التصدي لها المصدر الذي نقل عنه الموقع أكد كذلك حصول اشتباكات مسلحة بشكل مستمر بين تلك الفصائل على تقسيم الأموال كما أكد أن الأموال التي تحصل عليها تلك المافيات تقدر بالمليارات حيث تمارس عملها أمام أنظار ومسامع القوات الحكومية التي تشرف على حماية الميناء وتتواطأ مع المافيات تقرير موقع الخليج أونلاين بيّن أن الموانئ العراقية مقسمة بين الأحزاب والفصائل المسلحة فكل منطقة أو رصيف يخضع لسيطرة فصيل أو حزب معين يفرض رسوماً على البضائع المستوردة كذلك كشف الموقع أن الكثير من التجار والمستوردين يفضلون التعامل مع الفصائل المسلحة والأحزاب وخاصة من يتاجرون بالمواد ذات الضرائب المرتفعة من أجل تمرير بضاعتهم بسهولة وضمان عدم عرضها على اللجان المسؤولة عن التفتيش ترجمة نانسي قنقر